حلقة جديدة من برنامجنا وكالعادة بيكون معانا كتاب جديد وكاتب متميز بس النهاردة حلقة مختلفة ومختلفة جدا هنعيش معاكم أجواء هي أبعد ما يكون عن الكتب والثقافة بس في نفس الوقت جوه كتاب ومن خلال كتاب يعني هنكلم معاكم النهاردة عن أجواء الماتشاط وعن كرة القدم وأجواء المونديال وكاس العالم 20-22 اللي كلنا عايشينه واللي كلنا بنتفرج عليه دلوقتي بس هناخدها من زاوية مختلفة هناخدها من زاوية الكاتب اللي معانا النهاردة اللي أنا طبعا بتشرف شخصيا بأنه موجود معانا هيتكلم معانا عن تفاصيل مهمة جدا إضافة مهمة للمكتبة الرياضية وده من خلال كتابه الجديد وهو اسمه موسوعة كاس العالم للكاتب المتميز الدكتور ياسر تابت هيتناول من خلال كتابه تفاصيل مهمة عن كاس العالم لكرة القدم تاريخه نجومه إنجازاته وبدقة شديدة وبأسلوب جذاب هنتكلم النهاردة أكتر عن لعبة شعبية جميلة جدا وهي كرة القدم هنعرف أكتر عن موضوع الكتاب فكرته تفاصيل كتابته أشهر لاعبي اللي كانوا موجودين فيه ليه اختار اللاعبين دول ايه كانت أسباب مشاركتهم في كاس العالم الدول العربية اللي شاركت وفازت في المباريات وكلنا فرحنا في كاس العالم سابقا وحاليا كل اللي هنعرفه النهاردة من ديفي هيكون ليه علاقة بالكرة اللي بيحب الكرة هيتفرج علينا النهاردة وحتى اللي بيحب الثقافة واللي بيحب الكتب واللي بيحب الكتب الرياضية كمان هيتفرج علينا النهاردة النهاردة هيكون منورنا الكاتب الدكتور ياسر سابت